السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد وغصفة جديدة على قناة شمس الحياة نتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال اليوم بإذن الله بغيت نشارك معكم بريوش أو فطائر لشرب الشاي اللي كيجو خفافين وهشاشين ودادين بزاف وفي نفس الوقت سهلين وسريعين التحضير بمقادير اللي بسيطة ومكيحتاش بزاف ديال المراحيل وبكمية الدهون اللي قليلة فقط ملعقة ديال الزبدة وبيضة واحدة نتمنى وصفتنا تنال إعجاب ديالكم وتجربوها ولا أعجباتكم ما تنسوش تديروا لايك باش الفيديو ديالنا يطلع ويصال أكبر عدد من الناس ولكنتم ما زال ما اشتركتوا في القناة ضغطوا للزل أحمر وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بأي جديد كنزله نشوفوا المكونات وطريقة التحضير نحتاجوا فيهم كمكونات عندي ثلاثة الكيسان ديال الدقيق الأبيض مغرب المطابعة الحال عندي ربع ملعقة ديال الملحة بشر برتقالة يمكننا عوضو بشر الحامض أولى بكيس من الفانيلا معلقة كبيرة ممسوحة خميرة ديال الخبز كأس ديال الحليب بيكون دافي عندي هنا معلقة كبيرة عامرة مزيان بيضة كاملة تكون بحرارة المطبخ أول حاجة نبدأ بها ناخد كأس ديال الخليب نضعه في كأس كبير باش نقدر نحركه سوف نزيد عليه السكر ونزيد عليه الخميرة سوف نحرك مزيان تكدوب لي السكر ويتفاعلوا ليه مع بعضهم سوف نضعه جانبا سوف ناخد الإناء أو البول اللي سوف نعجم فيه سوف نضع فيه الدقيق والملح والبشر البرتوقة اللي عندي سوف نحركهم شوية كنت تخلط لي الملح مع الدقيق سوف نزيد عليهم البيضاء وعندي بعض المكونات وحد معلقة كبيرة الزبدان السيت ما ذكرتها لكم من قبل بعد ما كنت تدوب ليه الخميرة في حليب كينا الخائك طويلة لها تشكل ما كنت تبقى بينا الحوبي بعد الخميرة ونبدأ نعجلنا الفطائر ذيولي كما تبعتوا معي فطريقة سهلة ومكونات بسيطة كما نجمع العجينة لها تشكل تكي تشرب لي الحليب وكتجانس لي العجينة كتولي متماسي كأوليينة ونحصر العجينة متماسكة ونحصر العجينة متماسكة ونشي خفيفة ونشي ثقيلة على هذا الشكل سوف نرش السطح العامل بالقليل من الدقيق ونوضع العجينة فوق منه ونضيف العجينة ونضيف عليها أو نزيد عليها معلقة الزبدة ونجمعها على هذا الشكل ونحاول ندخل الزبدة في العجينة واحدة دايكنه و tęt可以 لي نرى الإجينة هل ننطلع العجينة وننصر الزبدة سوف نقول اللعان وبلد العجينة اضف لدهنة ونضع العجينة ونضيف عليها ونضيف عليها ببلاستيغ البلاثي بعد.... بنضيف عليها العجينة و trovاء سوف نحاول أن نفرغ من الهواء التي تكون فيها على هذه الشكل سوف نضع كمية قليلة من الضاقيق الأبيض على سطح العمل سوف نضع عليه العجينة سوف نحاول أن نشكلها طويلة لكي تسهل لكي نقسمها سوف نضع أشكال متساوية سوف نضع أي سكين أو لموس أو لها القطعة سوف نحاول أن نقطعها على تسعود أو لعشرة القيطة سوف نشكلها من الأشكل الكويرات سوف نصوب معكم أول وحدة سوف نضعها ترتاح سوف نضع محدة أخرى بالنسبة للحجم الكويرات سوف يكون لكم تشكلهم بالحجم والقياس سوف نكمل تلك الكويرات سوف نقرسها ونبسطها على هذه الشكل سوف نبدأ بالأب والوحدة فكتكون طلقت راسها وكل وضعها في الصينية اللي غندخل الفران كنكون فرشتها بورق الطبخ وإلا ما كانش متوفر فحل دي ما ندهنوها بالقليل من الزيت هذا هو السمك ديالها كيف تلاحظوا معيه فأنا كنحاول نرققها نزيد معكم الثانية بالنسبة للحجم القريسات او الفطائر فإلا بغيتو هم يأتيوا قد قد قياس واحد فإلا يمكنكم تستعملوا الميزان الى كامة وفراتكم طعفوكم شي بنصف طريقة حتى نكملهم كاملين وبعد ما كنقرسهم كاملين غنغطيهم نحطهم في شي ما كان يكون دافي حتى يختامروا يضاعف الحجم ونطلقوا إن شاء الله باش نكملهم ودابا نتاقل باش نصوب معاكم الخلطة اللي غنزينوا بها الفطائر او البريوش وغنحتاج فيها ثلاثة الملاعق ديال الدقيق الابيض جوج ملاعق للسكر حبيبات او ساندة وملعقة كبيرة ديال الزبدة ونحاول نحركهم مع بعض ونحاول رمل الدقيق ديالي بالزبدة على هات الشكل بعد ما كنرمل الدقيق والسكر والزبدة فهذا هو الشكل اللي كنحصل عليه بعد ما كيختامروا وكي تضاعف الحجم ديالهم غن ناخد واحد الكأس وغنوضع لي القاع دياله في الدقيق وغنضغط في الواسط حتى كنكون واحد التقب او لو واحد الحفرة على هات الشكل وكمشي مع جميع الفطع او جميع القريصات دياليتا كنكملهم باش غنعمرهم بالمربة انا غنستعملكون فتير او للمربة ديال المشماش وقبل ما غنعمرهم بالمربة جبت هنا السفر ديال البيضة اللي زيت تعلي واحد تقريبا مع القاة صغيرة ديال الخل وغندهنهم من الجوانيب على هات الشكل اخيديت القليل من المربة ديال المشماش او لأي مربة عندكم متواجد يمكنكم تسعملوا المربة ديال الفخيز او للتوت فتاوك يجي رائع او غنمدهن عمر طقب او لالحفرة اللي كونت فيهم بالكاس وغنقهن من نصف طريقت نعمرهم كاملين لهذا انا اضرتهم ناقصين في الحلاوة في العجينة باش منيك نزيد الكمبيوتور او المربع يالله كتجي الحلاوة معتادلة ومتوسطة ولكنتو كتبعوا الحلاوة زيدة يمكن لكم تزيد وجوش دي الملاعق دي السكر في العجينة دا باجبت معاكم الخلطة اللي صوت معاكم من قبل ونرشها من فوق ونرشها من فطائر وفي هذا الوقت انا شعلت الفران يسخون الى 180 درجة ودائما الفران يكون سخون مزيان باش الفطائر والبريوش دينا منيك يطيبوك يجيو رطبين وهشاشين سنوضع الصينية ديالي في الواسط من بعد ما كتبا لي انها بداتك التحمر من الجوانيب سنشعل الفران من الفوق فقط تحمره حتى تحميرها خفيفة وهذا كيكون وشك النهائي ديال البريوش او الفطائر ديالنا فهما كيجيو رطبين وخفافين وهشاشين وكيجيو لدادين بزاف خصوصا بالخلطة اللي ديزينا بهم ديال الزبدة وديال السكر فهي كتزيدهم واحد المداق اللي رائع بزاف ومنظر اروع كيف كتلاحظوا معايا شوفوا معايا الشكل ديالها كيف كيجي من الداخل فهي كتجي خفيفة وهشيشة كيف ما كتلاحظوا معايا كنتمنى تجربوه فاكيد غاي عجبوكم ويعجبوه ولداتكم ووليوا معتمدين عندكم وكيف مديما للا عجبوكم ما تبخلوش باللايكات ديالكم باش الفيديو ديالنا يطلع وصل اكبر عدد من الناس ولكن انتو اول مرة كتشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي جديد نخليكم في امان الله